اشتركوا في القناة 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 الخالق يعني انطيعه فيما يرضي الله عز وجل وفيما يوافق الدين ولا نطيعه فيما يخالف الدين طبعا طاعة ولاة الأمور فيها استقرار وفيها هدوء وفيها سكينة طبعا أحنا نقول دائما استشعر أن طاعة ولي الأمر هي عبادة وهي تحقيق لآية أنزلها الله عز وجل وأيضا نبينا عليه الصلاة والسلام يعني هو الذي أمرنا بطاعة ولاة الأمور وأيضا أن نسمع كلامه على المرمو المسلم أسمعه الطاعة في المكره والمنشط فيما فيما أحبه وفيما كره وفي أثرة علينا يعني الأصل أنك تطيع الحاكم وتسمع الكلام وتسمع هذه الأوامر لأن المقصود فيها ليس مثلا معلش مو مقصود فيها ترى إذلال الشعوب وإخضاع الشعوب إنما الطاعة مصالحنا يعني أحنا ما يصنعيش في مجتمع فوضوي ما في رئيس ورئيس ما يطاع ما هو رئيس يعني خلاص إحنا نفهم هذه الأمور أنه لابد من وجود حاكم لابد من وجود رئيس وقوة ومن الأمور اللي الواجبة علينا أن ننطيع الحاكم أنزل يعني وفي المقابل اللي هو موضوع النص ما يخالف من حق الحاكم علي إني أنا أنصح ومن حقه علي إني أنا أيضا أنصح إذن النصح واجب متبادل يعني الحاكم يطلب من الشعب النصح والشعب الله سبحانه وتعالى أيضا فرض عليه أن ينصح الحاكم ما يخالف تنصح بالطرق المعروفة المشروعة بالأمور اللي إحنا نعرفها يعني أنا يعني ما يعني ما يحصل لي أني أنا مثلا أروح أكلم الحاكم لأنني ما يعني أشوفه ما أحتكفي ما لي علاقة مباشرة فيه أنت مواطن إذا كنت موظف فيه هناك مثلا وهناك فيه مثلا وزير أنت مواطن مثلا عندك شغلة معين فيه فيه أمر معين فيه عندك مثلا خلنقول مثلا محافظ عندك مثلا عضو اللي فيه مجلس الأمة ففيه ناس يمكن هم طبيعة عملهم طبيعة عملهم يعني أهم أقرب للحاكم منك ولهم الفرصة في الالتقاء مثلا بالحاكم أو كذا أو كذا فأنت توصل للي تبيه لهم يعني خلاص يعني مو أقول لا أنا أروح حق الحاكم أطق عليه الباب أقول لأبي أكل ما رح يخلص الحاكم ما رح ينام ليل نهار ناس واقفين الساتور عند بابه يبي يكلمون ما يصير يا جماعة الحاكم له ظروفه وله أشغاله له كذا وفي طرق لمخاطبة الحاكم أنزين طبعا تكلمها عن عدم سماع الإشاعات وأيضا يعني عدم الترويج للكلام يقول والله يسوي كذا ويسوي كذا يعني تسمع كلام أيضا فيه إساءة للحاكم يشتراكم معنى أو قال وأعوذ بالله يعني لو كان لو كان أبوك أو كان أخوك ما ترضى أحد أنه يسي إلى سمعتها أو يشوه سيرتها فاشنون إحنا نرضى كمسلمين أو كمحكومين أن تشوه صورة الحاكم عندنا ما يصير لازم ندافع عنه وما نرضى أي أحد أنه يشوه صورته أو أنه يتكلم عنه بالسوء حرام ما يجوز فأيضا مثلا يعني نقول إحنا مثلا يعني عندنا مثلا بعض الأمور اللي إحنا قاعدنا مثلا يعني نطالب فيها ففي طرق شرعية للوصول إلى هذه المطالب ما داعي لي مثلا قضية مثلا المظاهرات أو غيرها يعني وسيلة إلى تحقيق هذه المار يعني خالف يعني ترى يعني في احنا قلنا أكثر من طريقة سلمية وشرعية أني أوصل كلامي للحكومة وأقول لهم ترى احنا نبي مطالبنا كذي خالص قلنا الحمد لله وكلمنا الناس المختصين ووصيناهم وكلموا وكذا خالص ما ندع أني أنا أقول لا ما ينفع هذا ما تغاعز هذا كذا أنا لا لذا ما رحت وتظاهرت في المكان الفلاني وعبرت عن مطالبي أصلا أعداء الله يتحينون الفرص هذي والله يجماعيون ويصورون وصار بالكويت ترى تشذي صار تشذي صار تشذي ليش ليش ناس تأخذ عن مجتمع الكويتي هذه الفكرة خلي يشوفون مجتمع الكويتي مجتمع طيب ومجتمع محترم ومجتمع واعي الحاكم يحب شعبه والشعب يحب الحاكم ما ندع المجال اللي يعداء الله أنهم تصيدون علينا أو أن تكون أفعالنا هذه يمكن أطنائشة أو الخاطئة هي يعني ما شاء الله الأخبار التي تأخذ صحفهم وفي إذاعاتهم من أول الأخبار صار بالكويت صار بالكويت شيء دايبة حني بالكويت ما فيها إلا كل خير مثلا وما فيها إلا كل مثلا يعني صواب أو فيها تعاوم أو فيها ما نسمح لأي أحد أن يشوه سمعتنا أو أن يعيش على خلافاتنا أو أن يروج الإشاعات أو أن مثلا يسعى إلى زرع هذه المظاهرات والناس ما ينفع إذا ما تظاهرته وإلا ما تحقق مطالبكم لا ترى ما هو صحيح ترى في قناركم في أكثر من طريقة سلمية وطريقة شرعية ومسموح فيها في القانون أني أنا أوصل الكلام اللي اللي أنا أبي بس يعني إحنا أنا أدي الواجب اللي علي نحو الحاكم وبعدين وسروا الله أققهم وهو لازم الحاكم يعطيني مثلا من المطالب تعود تعود الناس على هذه طريقة تؤدي ترى إلى عنف وإلى مخاطر وإلى يعني شيء يطور شيئا شيئا ويؤدي إلى تصادم بين الحاكم والشعب ما لابنوصل للمرحلة أبدا والحمد لله احنا الشعب واعي فاهم ما نرضى بأي طريقة من طرق هذه الغير شرعية أو غير سلمية في الوصول إلى تحقي المطالب عندنا ما شاء الله بل الناس تحسد نحن على مجتمع الكويتي على هذا يعني الرخاء وهذا التطور وعندنا الحمد لله يعني تعاون بين السلطات وبين الحكومة وبين الشعب الحمد لله يعني الأمر يعني فيه من الخير وقد تأتي أمولك نحن إن شاء الله نتغلب عليها باتحادنا وتحابنا وحرصنا على هذا الوطن المعطاء ويعطيكم العافية وزاكم الله خير إلى هنا نصل وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من عدسة إثراء ونلتقيكم غدا إن شاء الله في حلقة مقبلة بإذن الله ترجمة نانسي قنقر